بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة روم الصفى في نظم أسماء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما في كتاب النهجة السوية في الأسماء النبوية للعلمة جلال الدين السيطير المتافسة 911 من نهجة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله من نظم محمد بن أحمد بن محمود أل الرحاب المدني غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن خاتم الأنبياء قد خصه بأحسن الأسماء صلى عليه الله دون منتها وآله وصحبه أولي البهاء وكل تابع مدى الأعصار في كل الأقطار أو الأمصار وبعد إن هذه أرجوزة مهمة في بابها عزيزة سميتها يا صاحبي روم الصفى في نظم أسماء الحبيب المصطفى على الذي في النهجة السوية للحبر لس يطيذ المزية رتبتها على حروف المعجمي كالأصل ذا الأسهل في التعلم ولم أخالفه سوى يسيرا لعلة أوضحتها تذكيرا وأسأل الله تمام المقصدي وأن يكون شافعا لي في غدي وأن يكون نافعا لي في غدي فصل في ذكر مقدمة مهمة تشتمل على فوائد وتنبيهات جمة فائدة كثرة الأسماء كثرة الأسماء دلالة هي على ارتفاع من لهوت التسمية وما له من رتبة عظيمة والقدر ذي المنزلة الفخيمة فائدة عدد مال النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء للمصطفى مثل لذي العلاء تسع وتسعون من الأسماء وقيل بل ثلاثة من المئين عن ابن دحية المبجل المكين وقيل بل ألف كما في العارضة والكل جاء بحجة مناهضة فائدة في دفع إشكال متوهم من قوله صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء الحديث وبيان توجيه العلماء له وقوله صلى عليه الله لخمسة كما روى الأواه فليس للحصر بلم ترائي دل عليه شأن الاستقراء فقيل في توجيهه المشهورة أو أنها القديمة المأثورة أو أنها عظيمة وفاضلة أو غير ذاك فاشكرا نناقلة فائدة في بياني أن غالب هذه الأسماء الشريفة صفات منيفة غالب الأسماء علم صفات كما لدى التهذيب يا أثبات للنووي قد أفاد أن اطلاق الأسماء عليها عنا نوع من المجاز عند العالم كالعاقب الحاشر ثم الخاتمين صلى الله عليه وسلم فائدة في بياني أن إذا اشتققنا أسماء له صلى الله عليه وسلم من صفاته ستكون كثيرة جدا وعند الاشتقاق للأسماء من وصفه جلت عن الإحصاء فهو الذي رب الورى قد عظم أخلاقه في ذكره وكرم أخلاقه في ذكره وقدم كيف لمن من شأنه التقصير حصر الذي أثنى به الخبير أم كيف يدرك الورى كما له صلى عليه الله أو بعضا له أم كيف يدرك الورى كما له صلى عليه الله أو بعضا له لذاك كان العجز منتهانا حتى لدى أفصحنا بيانا لذاك كان العجز منتهانا حتى لدى أفصحنا بيانا وكل ما عدوه فهو قطره من بحر فضله ومثل الذرة صلى عليه الله دوما سرمدا مع السلام خالدا مؤبدا فائدة عدد الأسماء والكنة التي أورد على العلامة الصيطيف في كتابه النهجة السوية الذي هو أصل أرزة هذه عدة الأسماء أربع من المئين واثنين زد بعيد عد سبعين وما به من الكناق الأربع وسوف يأتيك البيان يسطع يلمع فصل في صند الأسماء كما جاءت مرتبة في الأصل مع تقديم اسم محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأصل مقدم الأشهر في الأسماء محمد من غير ما خفائي في أربع جاء لدى القرآن وذاك نظمها بلا نكران في آل عمران مع الأحزاب محمد والفتح يا أحبابي حرف الألف أحمد في القرآن جاء في الصف في سادس الآي بغير خلفي أجير أحيد وبعده أحد ثم أخو ما خكذا الأتقى يعد ثم الأبر الأبيض الأغر والأصدق الأحسن يا أبر وأشجع الناس كذاك الأجود أذن خير أيها المسدد كذلك الآخذ بالحجزات وأيضا الآخذ للصدقات وأرجح الناس علمان عقلا والأزهر النبي ثم الأعلى نبينا الأعلم بالله العلي كذلك الأخشى له يسائني أيضا ومن أسماه أفصح العرب صل عليه تبلغا كل الأرب وأرحم الأناس بالعيال صلى عليه الله ذو الجلال كذاك أطيب الأناس ريحا فصلين دوما لتستنيحا أكثروا الأنبياء طرا في التبع فكم هدى الله بي من انتفع نبينا الأكرم وهو أكرم الناس كلهم وولد الناس أيضا ولد آدم أعلم أي أكرم الناس وأكرم ولد آدم ولد لغة الناس أيضا ولد آدم أعلم نبينا الإكلين والإمام وهو إمام ضلال الغمام وهو إمام للنبيين وللخير كذا والمتقين قد نقل والآمير الناهي الأمان الآمن أمنة أصحاب الله يا مؤمن نبينا الأمين والأمي وأنعم الله كذا الأمي نبينا المختار أنفس العرب والأول الأواه مرفوع الرتب وأول الناس ومؤمنين يعني وأول مؤمنين كذا النبينا المقربين أول شافع كذا مشفعي نفسي له الفدا وكل ما معي والأبطح الآخر مع أخرايا وآية الله هدى البرايا ثم ألفلام وميم ثم مكان الرأي صاد قد يرى ألفلام ميم صاد الحروف المقطعة في أول السور حرف الباء نبي نعلم النبارق ليط والبرق ليط إسجاءنا التضبيط كذلك الباطن والبرهان بشر على من عيسى كما أبان وهو البشير والبليغ البينة بمؤذ بمؤذ وزد ماذا البيان معلنة بمؤذ وزد ماذا البيان معلنة بمؤذ ماذا في الكتب المتقدمة حرف التاء نبينا التقي ثم التذكرة والتالي والتلقيط تنزيل فره آخر ما في التاه واتهامي بحب طه أحسنا ختامي صلى الله عليه وسلم حرف الثاء وثاني اثنين النبي المصطفى ثم الثمال لليتم لاخفا صلى الله عليه وسلم حرف الجيم نبينا الجبار والجواد ومن به قد هدي العباد صلى الله عليه وسلم حرف الحا والحاتم الحاشر حاط حاطا والحافظ الحاكم كل مضباطا قل حامل اللواء حمد حامد وهو الحبيب المصطفى يماجد وهو حبيب الله والرحمن ثم الحجاز يحبنط الثاني حرز لأمين ثم الحجة والحرمي والحريص الأسوة وهو الحسيب والحفيظ الحق وهو الحكيم والحليم الصدق قل حمطا يا صدر شورى والحميد صدر شورى يعني حاميم عين سينقاف قل حمطا يا صدر شورى والحميد وهو الحنيف والحي يا رشيد صلى الله عليه وسلم حرف الخا والخاتم الخازن ما لله خاتم الأنبياء بلا اشتباه والخاشع الخاضع والخبير كذا الخطيب والخليل سير خطيب الأنبياء خليل الله خليل رحمن عظيم الجاه خليفة الله وخير العالمين وخير خلق الله جل أجمعين خير البرية وخلق الله وخير الأنبياء الزكي الباهي وخير الأنبياء الزكي الباهي وخير هذه الأمة المكرمة وخيرة الله ونعم المكرمة حفو الدال نبينا الداعي ودار الحكمة كذا كداعي الله مول النعمة والدامغ الدليل عند الأذكية دعوة إبراهيم قل والأنبياء حفو الدال نبينا الذكر كذا الذكر ذو الخلق العظيم يا أبرار ذو الحوض صفيا صاحب المورود وذو المقام المرتضى المحمود وذو الصراط المستقيم القوة ذو المعجزات ثم ذو الوسيلة صلى الله عليه وسلم حرف الر والراضي والراغب ثم الرافع وراكب البراقق اليابارع وراكب البعير راكب النجب وهو الرؤوف والرحيم ذا الحبيب وراكب الناقة راكب الجمل ورحمة الكبرى من الله الأجل ورحمة الأمة والرسول ورحمة للعالمين قولوا رسول راحة رسول الله والرحمة المهدات للإنباء رسول رحمة رسول الملحمة كذا الملاحم الرشيد أعلم أي رسول الملاحم وهو الرافع الذكر والرقيب ركن لمن تواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم ركن المتواضعين نبينا الرهاب يا أخا الوفا وهو رفيع الدرجات المصطفى كذاك روح الحق روح القدس نبينا البر فدته نفسي صلى الله عليه وسلم حرف الزاي زعيم الأنبياء وهو الزاهد وهو الزكي زمزمي الماجد وهو الزكي الزمزمي الماجد وزين من وافى لدى القيامة صلوا على النبي ذي الفخامة حديث الشمائل كان فخما مفخما صلى الله عليه وسلم حرف الصين والسابق الساجد سابق العرب وهو سبيل الله يا أخ الأدب سراجنا المنير سرخطي للسعيد السميع عند المؤنس وهو السلام السيد المكرم سيد غلد آدم المعظم وسيد للمرسلين سيد للناس نعم المصطفى الممجد أيضا وسيف الله ذا المسلول وسيف الإسلام هو المنقول وسيف الإسلام كذا منقول صلى الله عليه وسلم حرف الشين والشارع الشافع والشفيع والشمس والمشفع الرفيع والشاكر الشكور والشكار والشاهد الشهيد يا أخيار حرف الصاد والصابر الصاحب ثم الصادع والصادق الصالح كل يسامع والصدق والصفوح يا رضي كذلك الصفوة والصفي وصاحب الآيات والبرهان والتاج والجهاد للإذعان وصاحب الحجة صاحب الجمل كذا الحطيم الحوض والخير الأجل صاحب هذه الدرجة الرفيعة والرتبة العالية المنيعة والبحر والخاتم والسرايا زمزم والكوثر والعطايا والسيف والسلطان والكساء والشرع والمغنم واللواء ثم العلامات اعلمن الباهرات شفاعة عظمى لدى بعث الرفات كذلك الفضيلة الوسيلة والمنبر النعلين والهراوة كذلك الفضيلة الوسيلة والمنبر النعلين والهراوة كذا القضيب والقضيب الأصفر وصاحب المشعر ثم المحشر وصاحب المعراج ثم المدرعة مقامه المحمود ذا ما أرفع صاحب لا إله إلا الله هذا النبي المصطفى الأواه صاحب لا إله إلا الله هذا النبي المصطفى الأواه وهو الصراط المستقيم الأقوام صلوا عليه تنعموا وتغنموا صراط هؤلاء الذين أنعموا عليهم الرحمن فاطر السماء صلى الله عليه وسلم حرف الضاد والضابط الضحوك والضحاك صلوا عليه أيها النساك صلى الله عليه وسلم حرف الطا نبينا الطاهر طاب طاب يا فوز من كانوا له أحباب يا فوز من كانوا له أصحاب طاسين طاسين وميم طاه والطيب الطبيب وهنواها صلى الله عليه وسلم حرف الضاد نبينا الطاهر صلى الله عليه مع سلامه يغشاه حرف العين والعابد العالم والعليم والعادل العدل كذا العظيم والعاقم العبد كذا كالعامل وهو العفو والعلي الكامل وعصمة الله وعبد الله والعروة الوثق الكريم الجاه والعربي والعزيز والعفيف أكثر عليه من صلاة يا حصيف صلى الله عليه وسلم حرف الغين والغالب الغفور والغني والغيث نعم المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم حرف الفان والفاتح الفارق فارق ليطى والفجر والفصيح جام البوطى فئة مسلمين ثمة الفرطى ونعم ذا لنا لمن قد انضبط كذا كفضل الله مع فلاحي فواتح النور اعلى من يا صاحي صلى الله عليه وسلم حرف القاب والقائم القاسم ثم القاضي والقاني تلقتال عند الراضي كذلك القريب قثوم القمر قدم صدق عندهم قد اشتهر والقراش يعلم كذا قد ما صلى عليه بارئ البرايا وقائد الخير وقيم القثم وقائد الغر المحجلينة صلى الله عليه وسلم حرف الكاف والكاف كافة الأناس والكاف بتخفيف الوزن والكاف وكافة الناس والكاف كافة الأناس الكامل كنديدة الكريم أو كنديدة الكريم قل يا فاضل كنديدة في الكتب السالفة كاف وهاء ثم يا عين وصاد أول مريم على من خير العباد صلى الله عليه وسلم كاف هاي عين وصاد روف المقطعة أول صوت مريم عليه وسلم حرف اللام نبينا اللسان وأفصح البشر لسان صدق كنبي نور انتشر صلى الله عليه وسلم حرف الميم والماجد الماحي كذاك المانح والمتق المأمون والمصافح نبينا الماء المعين المصطفى وهو المبارك المجيز المقتفى صلى الله عليه وسلم والمتربص المحرض أعلم والمترحم النبي الأرحم والمتضرع النبي المتبع فلتتبعه فاز من له التبع كذاك متلو عليه المبتهل والمتبسم الضحوك قد نقل والمتمكن النبي العالي والمتهجد لدى الليالي والمتوسط الحبيب المجتب يا سعد من كان له محببا يا سعد من كان له مقربا والمتوكل المحجة أعلمي وصليا عليه دوما سلمي نبينا المحفوظ والمختار محلل محرم نختار محمود المخبت ثم المخبر مدينة العلم كذا المذكر والمخلص المدثر المزمل والمرسل المذكور والمرتن والمرتجى والمرتضى ومرحمة مسبح ملحمة ومرغمة والمستعيذ قل مع المستغفري والمستقيم والمضارع الذكني نبينا المصرابي المسدد والمسلم المؤمن ثم المرشد مشقح مسيح المسعود قال مشقح روز محمد مفعل مشقح مسيح المسعود مشاور معصوم المشهود نبينا المشير والمشفو مصدق ومصلح ممنوع وهو المصلي وكذا المصلى عليه ربه عليه صلى وهو المطيع والمطاع المقتصد وهو المعزز المعزز استفد نبينا المطلع المستغني بربه المغني مفيض المني كذلك المنصور والمظفر وعلم منتخب ذا يذكرون نبينا المقصص قل عليه مما من الوحي أتى إليه نبينا الموقر المعقب مطهر مطهر معقب معقب بالكس معقب بالفتح مع التجديد وهو المعلى المفضل المفضل المقرئ المعطي بهنا نال وهو المقفى ومقيم السنة وهو المقف من دعا للجنة سرص مقفى والمقف بالفتح والكس مع الشدة والمكرم المكين ثم المكي والمدني المعلن المزكي والملحممن والمهدي ملقي القراني وكذا المنادي والمنذير المنصف والمنتصر كذلك الميزان والميسر وهو المنيب والمنير المؤتمن كذا المهاجر المهيم نعلما نبينا المؤتى جوامع الكلم والموصل المحى إليهذا علم والمؤمن المولى كذا المؤيد والماح والمقدس المشرد وماذا ماذا ثم نموذ موذ تراه من كتب الأولى مأخوذ ومثل ذاك ماذا ماذا فاعلمي آخر ما في الميم فاحفظ وافهمي صلى الله عليه وسلم حرف النوم والناس والناسخ ثم الناشر والناصب الناصح ثم الناصر وهو النبي ونبي الله والناطق الذي به نباي نبي توبة النبي الرحمة ونعمة الله كذا بالنعمة وهو النذير ونبي الملحمة كذا الملاحم الذين فلعمه أي نبي الملاحمة والنجم صف بالثاقب النسيب وهو النقي النور والنقيب نون كما جاء بسورة القلم صلى عليه الله من به ختم نون كما جاء بمطلع القلم نون كما جاء بأول القلم صلى عليه الله من به ختم حرف الها نبينا الهادي الهدى والهاشمي أكثر من الصلاة للمغانم أي للمغانم الدينية والدنيوية الله ما صلى علي والآله أصحابي أجمعين حرف الوا والواسط الواسع والوفي والواعد الواعد والولي وهو ولي الفضل والوسيلة والورع المختار نعم الأسوة صلى الله عليه وسلم حرف اليا نبينا اليتيم وهو ليثرب ثم تياسين على الذي اجتبي صلى الله عليه وسلم الكنا وهو أبو القاسم من كناه أيضا وإبراهيم يأواه أي وأبو إبراهيم نبينا أبو المؤمنين أبو المؤمنين أبو الأرامي لعلما يقينا الخاتمة هنا تمام تحفة روم الصفاء في نظم أسماء النبي المصطفى صلى عليه الله دوما سرمدا واله وصحبه طول المدى نظمتها بطيبة المطيبة جوار ذي الأسمى الذي ما أطيبه والبعض في مسجده المنوري العامر المبارك المطهري وتم في آخر ساعة لدى جمعتنا الغرى بفرن ذي الندى يا ربنا بحبنا نبينا أغدق علينا يا إلهنا الهنى يا ربنا بحبنا نبينا أغدق علينا يا إلهنا الهنى يا ربنا بحبنا نبينا أغدق علينا يا إلهنا الهنى واجعل جميع عيشنا ميسورا ليس مصعبا ولا معسورا ولا تبعد بيننا وبينه واختم لنا يا رب في المدينة ولا تبعد بيننا وبينه واكتب لنا الدفن لدى البقيعي واكتب لنا الدفن لدى البقيعي واكتب لنا الدفن لدى البقيعي جوار ذاك المصطفى الشفيعي اللهم صلي وسلم وبركنا نبي محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزاعة عرشك ومدد كلماتك إلهي نجي من كل ضغن فأنت إلهنا مولى الجميع وهب لي في المدينة المستقر ورزقا ثم دفنا في البقي واغفر لي والوالدي والمشيخ المسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك من كل خير نسألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك من خير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نسألك من كل خير مفاتحه وخزائنه بيدك يا رب العالمين ونعود بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بنصيتي يا رب العالمين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين